وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تمونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 112 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 59 طن في مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 52 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمية للسلع الغذائية كما تم ضبط 754 قضية في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبطات بلغت ما يقترب من 70 طن من الأقماح المحلية في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية ترجمة نانسي قنقر